بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء احنا النهاردة دايماً بنتكلم عن أصحاب السعادة وأصحاب السعادة ليهم حق علينا وكمان أصحاب السعادة كل مؤسسات الدولة بتدعمهم عشان تساعدهم عشان يعيشوا حياة سعيدة ومستقرة ولذلك كان من أهم المبادرات ومن أهم المجهودات اللي بتقوم بيها دور الإفتاء المصرية مجهود مهم جداً 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 في دورات تأهيل المقبلين على الزواج دورات دي بدأت من 2014 والدورات دي وصلت الآن لأكتر من 17 برنامج تدريبي قامت بيه دور الإفتاء المصرية دور الإفتاء المصرية كانت البرامج كلها بتكون أوفلاين بتكون في مقر دور الإفتاء المصرية ولكن تطورت البرامج دي تطور مهم جداً 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 ضمن مشروع بتعمله دور الإفتاء المصرية ضمن مبادرة فخامة الرئيس وضمن مجهودات الدولة في الحفاظ على الأسرة المصرية وقامت دور الإفتاء المصرية بعمل دورات للمقبلين على الزواج أولاين بيوصل الناس اللي بيقدموا فيها بيوصل فيهم إلى 1700 متقدم وبقت الدورات دي الدورات مهمة جداً جداً مش بس توسعت دور الإفتاء المصرية كمان في الدورات وعملت شيء مهم جداً أني بدأت تنقل هذه الدورات أيضاً إلى محافظات أخرى وكانت الدورة اللي كانت الأسبوع الماضي وأظنها تختتم في هذا الأسبوع كانت دورة في محافظة الإسكندرية إسكندرية ليها مكانة خاصة في قلبي وكان الدورة كانت دورة مليئة بالأشياء الجديدة والمهمة الدورة بيبقى فيها تخصصات كتيرة كلها كل ما يحتاجه الزوج والزوجة في بناء أسرتهم الجديدة هتجدوا موجود في الدورة دي بما في ذلك الكلام عن الاقتصاد وإدارة موارد الأسرة وكمان الكلام عن الجوانب النفسية والجوانب الاجتماعية وكمان الصحة الإنجابية وهتجد كلام عن الدكور وهتجد كلام كتير جدا جدا في الدورة دي أنا كنت مشارك يوم الأربع الفات في الدورة وتكلمت مع المقبينة على الزواج وأنا دائما بيبقى عندي اهتمام كبير جدا جدا بدورات المقبينة على الزواج تكلمت مع المقبينة على الزواج وبتدنا نتدرب على مهارات مهمة جدا جدا من المهارات الزوجية لازم نعترف ونقول أن دورات المقبلة على الزواج حل سحري في قضية إنشاء الوعي الكافي لمسألة الزواج ولكنها هي محتاجة أن احنا نهتم بها جدا لو شفتم الصور اللي احنا عرضناها هتشوفوا كم الإقبال اللي كان موجود عند الشباب احنا في الحقيقة احنا محتاجين نقدم هذه المجودات للشباب وهذه المجودات للشباب أنا ببشر أن شوفوا الصورة دي مليانة إزاي مليانة عدد من الناس بمليانين بالتفاقل صحيح ما أنا أسف يعني صحيح بتبقى الفتيات والبنات أكتر في الدورات دي وده بيبقى حاجة ملحوظة وده لأن طول الوقت احنا بنشايفين أن المرأة بيكون عليها مسؤولية كبيرة في مسألة صيانة الحياة الزوجية والحرص عليها وفي كل الأشياء التي تتعلق بالتعليم بنجد المرأة حضرة بشكل كبير جدا جدا ومش بس كده هي كمان بتبقى حاسة أن هي عليها عبء كبير جدا جدا في مسألة أن هي تشيل الصورة السلبية عن مسألة عدم استعدادها لمسألة الزوج كمان شوف إزاي كانوا متفاعلين جدا 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 أعتقد في الصور كمان صور فيها بيبان فيها التفاعل وإزاي هم داخلين شوف ده ده كان محاولة لتدريب على مسألة إزاي هتتم مقابلة الخطوبة وإزاي هنفرق ما بين المقابلة اللي هي مقابلة اللي بيروح يطلب فيها إيدي العروسة وإزاي هيتم الحوار ده بعيد عن كل الصور النمطية اللي فيها نوع من أنواع تسويد مسألة الزواج وجعل مسألة الزواج ميلاد جديد للإنسان ومحاولة للنضوج وإشراق شمس الرجولة بشكل جديد جدا 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 الدورات دي مهمة ولابد أن هي تكثف ولابد أن هي تعمق وأنا شخصيا مش بس استلهما لتجارب دول أخرى لكن أنا واثق جدا 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 أن شبابنا اللي انتوا شايفينهم في الصورة دي هم عايزين مزيد من الوعي ومزيد من الاهتمام وأنا شايف أن الدورات المقابلة على الزواج دي لابد أن هي تستمر ولابد أن احنا نهتم بيها اهتمام كبير جدا جدا ولابد أن هي نتوسع فيها وشكرا لدار الإفتاء المصرية أن هي قامت بهذا التوسع في برامج المقابلة على الزواج وأنا عارف أن في مؤسسات تانية للدولة بس دار الإفتاء المصرية مهتمية جدا جدا بهذه الدورات وأظن أن في الفترة القادمة ستكون هذه الدورات لها تأثير كبير جدا جدا في الوعي إحنا ماشيين مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لنا لا تحقرنا من المعروف شيئا ولو أن ترقى أخاك بوضع انطلق إحنا بنقول أن مهما كانت مسألة ارتفاع نسب الطلاق مسألة مهمة ومسألة كبيرة لكن إحنا هنمشي في اتجاه الوعي وهنمشي في اتجاه الوعي وإحنا نحرسين كل الحرص على أن إحنا نطور من وعينا ونزيد المسألة وضوحا ونجدون في أحسن حال وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى وبارك في هذه الجهود ويجعلنا دائما إن شاء الله في خير حال ويجعل هذه الجهود محل نظر مولانا سبحانه وتعالى ويديم هذا الأمر وبنشكر فضية المفتي الأستاذ الدكتور شوق علام على هذه المبادرة وهذا الجهد الكبير الذي يمارسه في ملف الحفاظ على الأسرة المصرية ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يكون ده في ميزان حسناته ويوسع كمان التأثير بهذا الأمر ويجعله إن شاء الله باب من أبواب تماسك المجتمع وباب من أبواب فتح أبواب السعادة للمجتمع وإنزال البركة علينا يا رب مددك انظر إلى مجتمعنا بنظر الرحمة ونظر اللطف ونظر المودة ونظر البركة يا كريم يا رب العالمين بعد الفاصل إن شاء الله نلقاكم عشان نجاوب على أسئلتكم مباركة ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ومن خصص الله وقت عشان نتكلم عنها بالتفصيل إحنا في الحقيقة إنتوا عارفين إن إحنا خلينا يوم السبت عشان أصحاب السعادة عشان نتكلم على مسألة الوعي مسألة التأهيل قبل الزواج مسألة ما هياش مسألة سهلة ولا مسألة ممكن نتهاون فيها أنا بقولكم إن التأهيل المقبنة على الزواج أصبح من ضرورات الجواز لأن في أوقات كتيرة جدا جدا أنا بشوف في مركز الإشهاد الزواجي إن الناس في الحقيقة فيه مفاهيم كتيرة جدا جدا تتعلق بالزواج لا يعرفوها يعني مثلا كتير من الأزواج والزوجات بيتصوروا إن هم من أول لحظة أول ما بيدخلوا بيتهم أول ما بيدخلوا بيت الزواجية بتقفل عليهم ببابهم متصورين إن هم بيكونوا أعلى من ناس بأمور الزواج وأعلى من ناس ببعض وأنضج الناس وده مش حقيقي لأن النطج بيجي شيء في شيء كمان هم كمان لازم يتعرفوا ويستمروا في التعرف على بعض وزيك الحلقات اللي جاية في يوم السبت نبتدي نتكلم شويتين ثلاثة عن مهارات الزواج المهارات الزواجية ده إحنا نتكلم عنها لأن إحنا عايزين نتكلم عنها بشيء من التفصيل فإحنا لابد إن إحنا نهتم بهذا بتمهير إن الأزواج يبقوا عندهم مهارة في التعامل مع بعض هقول لكم حاجة لطيفة عشان تعرفوا قيمة دورات المقبلة على الزواج إنت لما تيجي أي حد بيسوق سيارة لازم ياخد رخصة فلازم يتدرب ولازم يعمل له اختبار لأن أرواح الناس مش حاجة هينة ده واحد بيسوق عربية فما بالك واحدة يسوق أسرة كلها وبيسوقها نفسيا وثقافيا وتعليميا واجتماعيا فالمسألة أخطر بكتير والأثار السلبية بتيجي اللي بتترتب على عدم على فقد التأهيل أثار لا يمكن أن تصور إنسان الأشد من كده الأثار الإيجابية اللي بتحصل لما الناس تتأهل حاجة فوق الوصف الناس بتبقى تفرح لما بتعرف إيه هي مفهوم الأسرة وإزاي نقدر ننميه وإزاي يكون الأسرة دي بوابة للسعادة وبوابة للهنة وخلينا ناخد أول السؤال عندنا النهاردة من السيدة أم عبد الرحمن من الإسماعيلية أهلا وسلم عليكم عليكم السلام ونحمة الله وبركاته آآ بعد إذنك لو أنا كان نفسي بس أسأل حاجتك في موضوع أنا مشكلة بين أختين في اللي أنا وقع فيها آآ دلوقتي الأخت الأوانية متجوزة وبتشتكي من الجزء بيعرف يعني بنات على الإنترنت وكده هوت وبتتخاني معها كتير بس اللي هي صبر عشان خاطر عيالها وكده طيب الجزء ده الأسف الشديد بيشتغل آآ يعني في المصلحة القومية وبيجي تفتش ناحيتنا بس ما بيشتغلش معي أنا شخصيا بيشتغل في المخازن طيب كل يعني أربعة يام في الشهر طيب جاءت لي صحة وضع صاحبتي من خازن زياد بلد أخت اللي هي والله متدينة ومحترمة جدا بتشتكيلي إنها بقالها ستة شهور يعني بتعرف واحد متجوز وبتحبه ومش عرفة تعمل إيه مين بنتي متجوز ده فلان الفلاني اللي هو زوج أختي حاجات حرام بتحصل في النص لما أنا مش هزكلم فيها بقيت أزنك طيب فالمشكلة دلوقتي السؤال الأولاني هم سؤالين السؤال الأولاني أنا ملزمة شرعا ومن بابل الأمانة إن أنا بلغ الزوجة الأوانية باللي بيحصل دوت ولا هبقى كدابة لو خبيت عليها عجابك السؤال التاني لا ده سؤال الأولاني معايش ما هي بس السؤال التاني عشان حيبتي اللي في اللات دي اللي في المخازن اللي هي بتحبه هو يعني خلي بالك بس مزيك لساك لحسن تقولي اسمها خلاص مش هقولها أنت قلت في المخازن خلي بالك يبقى أول سؤال السؤال الأولاني ده أنت واجب عليك أن أنت تروحي تقولي لزميلتك دي إن هي اللي هي زوجة أخونا دوت اللي هو يعني رايح ما نعرفش دلوقتي هو رايح أخطوبها ولا رايح يعمل إيه السؤال التاني ده السؤال الأولاني السؤال التاني السؤال التاني حيبتي في اللا دي بس أنا مش عارفة وكده وهو بقصرها جامد دي متأخرة في الجواز التانية دي متأخرة في الجواز آه بس هي الفتن هو يعني بس قولي لي فيه السؤال بس قولي لي فيه السؤال قولي لي فيه السؤال ولا أنا عايز أقولي حادرتك إن هي دلوقتي لو وصلنا لمحارة إن هو إيه حاولنا إن هو خلاص هيجي تجاوزها ويتقدم لها رسمي وتبقى زوجة تانية لو أنا وفقت على الموضوع دوت أو شجرة صحبتي أنا توفع أنا أكون زوجة تانية في الحلال بدل ما هي عما تخرج معا بالمنظر دوت هل أبقى أنا خونت الأوانية هل أبقى أنا أعمال طيب أجاوب عليكي بقى خلاص خلاص يا معبد الرحمن أنا أنا بس نصحت يا معبد الرحمن اطلعي من الموضوع خالص دي أول أول نصيح أقول لك اطلعي من الموضوع خالص يعني أنت اطلعي من الموضوع خالص لأن يبدو والله وأعلم أنت واخد دور أكبر دور أكبر من دورك دور بقى أن معرفش أنت هل أنت بتوفق رسلين في الحلال أنت بتعملي إيه هل أنت بتحلي عشان تحلي في مسائل الجواز ده لازم تكون متخصصة لأن المسائل بتبقى وعرة يعني أنت دولوقتي بتسأليني السؤال الأولاني السؤال الأولاني هل أنا يجب عليها أن أنا روح أخبص على الست دي وأقول لها أن الست اللي جوزك يعرفها هي الفلانية دي لو عملت كده واجب اللي عليك بقى أن أنت تروح تنصح الأخت دي اللي أنت بتقول لها تقع في حرام تروح تنصحيها أنها ما تقعش في الحرام وزي ما فيه حرام وفيه لعن للشخص اللي بيخب بمرأة على زوجها هي الست دي قد تكون بتفسد حياة مرأة أخرى فروح تنصحيها وتقول لها اتقل لا وسيب الرجل اللي زوجته وخاصة أن أن أنت خلاص على فكرة هم مش هيتجوزوا ليه ممش هيتجوزوا لأن دولة لو كانوا تحت مظلة التدين وبيعملوا اللي أنت بتقولي عليه ده فهو خلاص الرجل ده هي بالنسبة له بقت شخص مش محل ثقة أنا بقولك بس عشان تبقى فاهمة يعني فعشان كده بقولك ايه خليهم ببعدوا عن بعض بدل الوقع فيه خطأ وإحنا عندنا في الإرشاد الزواجي أغلب الناس اللي بيقعوا في الغلط قبل الجواز مع بعض بيبقى وده مش معناه إن أنا بمنع إن الناس تتزوج إذا حصل ده عشان بس ايه بقول الكلام بنضباط عشان ما يبقاش كده لكن اللي حصل عندنا في الإرشاد الزواجي وخاصة لو كان فيه حد بيقول بيقول إنه متدين فعمل كده إيه اللي حصل بيفضل عنده جزور للشك في هذه المرأة بما إن إحنا دلوقتي إحنا على البر وعندنا فيه بيت بيت أزي والستة دي الستة دي تبعد عنه خالص ويبعدوا عن بعض لإن علاقتهم دي بما إنهم بيقعوا في هذه الأشياء المخالفة والحرام فهم لازم يبعدوا عن بعض ليه عشان دي التقوى والاحتياط لإنهم خلاص إحنا ما نعرفش هم وصلوا في الأخطاء اللي هم وصلوا فيها إلى فين فلابد إنهم يبتعدوا ليه عشان الحياء وعشان القيم وعشان الأخلاق وده ما ينفعش ما ينفعش إن إحنا نسيب الناس تصل إلى هذا الحال فأول حاجة هم يبعدوا عن بعض المسألة التانية أنت سألتيني تروح تقولي للزوجة لا تعمل إيه واجب عليك تنصح المرأة اللي لسه ما تجوزتش دي إن هي تبتعد عن هذا الرجل حاجة التانية والمسألة بسيطة أنت بتقولي طيب هي لو لو هي شورتك ما تشوركيش وإنت بتاخدش قرار لحد الجواز ده هو هياخدوا القرار فيه بطريقة تانية وبحسابات تانية مش بحسابات إنهم أقربوا مع بعض فتورطوا في الأمر ده فبعد كده يتجوزوا فيحصل بينهم أشياء كبيرة لا اخرجي من الموضوع وخلي صديقتك دي تروح للخبراء وتسأل وملكيش دعوة لا توفق لها ولا ما توفق لهاش ده قرارها هي إذا كان الشخص دوت مناسب أو مش مناسب لازم تطبق عليه المعايير وأنا شايف إن العلاقة كده من الأول خالص واضح إن هي علاقة غير إيجابية وهذا الشخص بيكمل دي علاقة اسمها علاقة ترانزيت هو الشخص ده بيكمل إن نقصه في زواجه من زوجته بهذه الفتاة اللي هي في الحقيقة كانت لابد إن هي تتقل الله سبحانه وتعالى وهو كمان يتقل الله سبحانه وتعالى وما يعملش الكلام ده هل ينفع إن إحنا أدي لإخوات الأشقاء من زكاة المال لازم نعرف إن زكاة المال لازم تخرج من مالي والمال اللي أنا أخرجته من زكاة المال ما بقاش ملكي لازم نفهم ده ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى حدد المصارف التمانية بتاعت الزكاة ألف قراء والمساكين وكمان ابن السبيل وفي سبيل الله والغارمين والمؤلفة قلوبهم وكمان وفي الرقاب وكل التمان مصارف في الحقيقة حدد لهم أوصف وحددهم بدق طيب ده معنى إيه بقى معنى إن الشخص لو هو منطبق عليه الوصف ده فيبقى من حقه إن هو يحصل على هذه الأموال بس لازم يخرج من ملكي في بعض الأحيين في ناس كأن المال لسه ما خرجش من ملكي اللي هم مين اللي هم الفروع ابني والأصول أبويا وأمي ابني وبنتي وأبويا وأمي أنا لو أخرجت لهم الزكاة كأنني أخرجت الزكاة النفسي لأنهم لو افتقروا ده يجب علي إن أنا أنفق عليهم طيب يبقى إيه الحال لكن أخويا لا يبقى على كده إيه اللي حاصل يجوز إخراج الزكاة إلى أخي إذا كان من الأصناف التمانية يبقى إيجوز إن أنا أخرجت الزكاة لأخي من اللي هم من الأصناف التمانية ليه فيه فكرة مغلوطة عند الناس هو ارتباط بما إن إحنا اتكلمنا قلنا الأصول والفروع إيه اللي حاصل فالناس ظنت إن ما ينفعش أخرج الزكاة للناس ممكن يكونوا من وراثتي لا 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 خالص الزكاة غير الميراث اللي أنا ما بطلع لهمش الزكاة اللي يجب علي النفق عليهم إذا افتقى فمن تجب علي نفقته مش هخرج له الزكاة لإن ساعة ما خرج له الزكاة كإني خرجت الزكاة على نفسي والزكاة معناها إن تخرج من ملكي إلى ملكي الله وملكي الله يعني إيه تتوزع على المصارف التمانية يبقى أخويا آه يجوز إن أنا أدي لأخويا من الزكاة إن كان هو من الأصناف التمانية نعم يبقى إذا المسألة دي مهمة في مسائل الزكاة ولازم في مسائل الزكاة حاجة مهمة كمان لازم نقولها إن الأصناف التمانية لهم ضوابط ولهم معيير فإذا انطبقت ضوابط المعيير ده عليهم يبقى إحنا هنديهم حتى حتى على فكرة الإبن والأب ممكن بمدخل تاني غير فقير ومسكين عند بعض المذاهب يديهم من مصاف الزكاة بس ياخدوا بسا من الغارمين الأب أو الإبن ياخدوا من الغارمين زي ما السادة الملكية بيقول إحنا معنا مين؟ معنا الأستاذة سارة من القاهرة تتفضل تفضل يا أستاذ سارة لا إنتي خلينا السؤال بقى السؤال لو إن أنا ما صمت الشرمضان أكون أثمة ولا لا لو أنا بردع وخفت على نفسي وخفت على المولود فينفع إن أنا أفطر ويكون علي إسم ولا لا أيها مش هو ده السؤال؟ بس إنتي سألت إن أنت ينفع سم ولا لا أنت عايزة عني واحد فيهم عايزة السؤالين؟ أعز عارف يعني إيه الدرر لا الدرر ده تسألي عنه الطبيب يعني إيه الدرر لا يعني مثلا فإنتي شكرا إن أنا صمت في مقضان وأنا بردع ابني ينفع أفطر ولا لا طيب خلاص بقى أنت بتسألي عن مسألة عالية يجوز لي أن أنا أفطر من أجل الرضاع آه يجوز لك إن أنت تفطر من أجل الرضاع خلي بالك الفقهاء اعتبروا اعتبروا الحمل وملحقاته ده نوع من أنواع المرض فيجوز لك إن أنت تفطر في رمضان لغاية ما تنتهي من رضاع المولود إن شاء الله ربنا يبارك لك فيه فيجوز إن أنت تفطري ثم تعوضي بعد ذلك بالصوم فقط فتعوضي بالصوم مش محتاجة كمان فدية معا يبقى إيه لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضاً أو على سفر في عدة من أيام أخر فإيه اللي حاصل فأنتي هتصومي في الأيام الأخرى ومش واجب عليك إن أنت تعملي فدية حتى لو إن ده أترتب إن رمضان الجاي ما تقدريش كمان تصومي خلاص هتصومي بس الأيام اللي عليك وليس عليك فدية في سؤال بيقول إن إن حد سمع إن أكل لحم الجمل بينقض الوضوء هذا ليس هو المفتبي لكن المفتبي إن من أكل وطبعاً ورد في الأحاديث وبعض المذاب الفقهية زي السادة حنبيل وغيرهم قال من أكل جزوراً فليتوضع إحنا بنفتبي إن ده ليس من نواقض الوضوء إن ده ليس من نواقض الوضوء وعليه إذا أكل هذا اللحم فإلا حاصل فلا يجب عليه أن يتوضع إحنا عندنا نواقض الوضوء زي مثلا نواقض الوضوء عند السادة الشفعية ست حاجات ليس منها أكل لحم الجزور في عندنا خروج شيء من السبيلين مثل مرأة الأجنبية بغير حائل في عندنا غياب العقل زوال العقل بسكر أو بمرض عندنا النوم على هيئة غير متمكن مثل الفرج مثل حلقة الدبر كل دولة ليس منهم أكل لحم الجزور ليس منهم أكل لحم الجزور ولكن يبقى إذن من أكل اللحم إحنا عندنا نسموها اللحم الجملي أو ساعاتي سموها اللحم البلدي اللي يأكل اللحم دي لأ ليس عليه أن يتوضع نعم معنا يا أستاذ محمد من منصورة يتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك الفكت نعم وفاضل الحمد لله تفضل يا فان الله يتولى أمرك معلاش المتقطع في الصلاة يعني مثلا اللي بيصلي شوية ويقعد مثلا لما الأخذ الأسبوع ومسلا صلي الجمعة يعني متقطع في الصلاة دا هي أعقابه ولوه كفارة ولا ملوش كفارة طب التوبة عنه إزاي أقول لحضرتك أقول لحضرتك أقول لحضرتك واضح لن الكلام اللي أنت بتتكلم عنه ده شخص بتجيله شوية حاجات كده فيكسل عن الصلاة فيترك الصلاة الصلاة عمود الدين فالصلاة أمر من من أهم الأمور سعاد أعتقد في كتب الفقه كده يقول لك أمر من أخطر الأمور الصلاة خطر لا الصلاة لما يكلموا عن حاجة مهمة جدا يستخدموا تعبير خطر خطر الدين فالذي يتركها يتأثر دينه ويتأثر علاقته بربنا آه طبعا يتأثر علاقته بربنا ولكن إذا كان تركها وهو لما تجي تسأله أنت تركتها ليه يقول والله العظيم يعني والله ما شاغل والله ما عرفش هذا مش مبرر عشباس بعدش ده مش مبرر ولده يخلي الإثم اللي يقع عليه كمان يرتفع لا وآثم ومرتكب كبير يبقى لأنه يعود إلى الله سبحانه وتعالى تبيجي واحد يقول له لا أنت بقى محتاج أن أنت ترجع للدين لا وخلاص هو مزال مؤمنا وكلامك أنت بس أنت تسكت الشخص يقول كده يسكت وإن لحاصل يتوب إلى الله سبحانه وتعالى يقول توبت إلى الله وعزمت على ألا أعود وندمت وعزمت وعزمت على ألا أعود إلى مثل هذه المعصية أبدا والله على ما أقول شهيد والله على ما أقول وكيل يقول الكلام ده زي ما احنا بنقوله دلوقتي ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة ويصلي يصلي في أي مكان يصلي في أي موضع يتوضأ وضوء واحد حتى الوضوء واحد لليوم لو ما انتقدش وضوءه ويستمر ويصلي يصلي على كل حال طب ولي فاتوا من الصلاة يصلي مع كل صلاة صلاة وإن لحصل وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يقبله ويقبل منه إن شاء الله ويجعله إن شاء الله في رضاه وهل دوت إن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يقبله ربنا ندى عليه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنتوا من رحمة الله إن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يخفر له وذنوبه إن شاء الله ربنا يقبله فلا يتوكر على الله ويتوب من الآن يعني هو الآن لو كانش يصلي صلاة العصر يقوم الآن يستغفر ربنا ويقوم يصلي صلاة العصر مباشرة على طول دلوقت يجري ويصلي صلاة العصر وييجي بعد كده يصلي صلاة المغرب ويصلي صلاة من المغرب اللي كانت عليه طب وإن شاء الله إلا حاصل باب الله واسع وبابه مفتوح وخليه يقبل على الله سبحانه وتعالى وما يسمعش أي حد يقوله إنه ي pinky ضرط من رحمة ربنا أو إن ربنا جعل على قلب وحجاب ولا إنه لا خالص يقبل على الله سبحانه وتعالى وإن شاء الله سبحانه وتعالى يقبله ويفتح له أبواب الهداية وأبواب الثبات على طاعة ومحبة الله يا رب أكرمنا وجعلنا دائماً يا ربنا في رضاك يا سادة احنا دايماً عن نبقى داعمين لأصحاب السعادة على طول عن نكون بنعمل وبنثمن كل الجهود اللي بتقوم بها المؤسسات لدعم أصحاب السعادة ولنشر السعادة ولتكريس الوعي احنا مؤمنين بأن الوعي هي قضيتنا ومؤمنين أن الوعي كمان هو اللي بيبني البيوت مؤمنين أن زمان مهما كان حتى الناس كانوا عندهم تعليم أقل لكن كان عندهم وعن احنا مصرين على أن الوعي يرجع تاني لبيوتنا مصرين على الوعي يبقى قبل ما الناس تتجوز والوعي والناس متجوزين والوعي كمان يفضل ينتقل كمان إلى أولادنا تعالوا نبني هذه الثقافة نبني حضارة جديدة بتعظم الزواج وبتحترمه وبتقدسه عشان نقدر بعد كده مجتمعنا يكون في سلامة وفهنة وفي سعادة احنا مش بس بنقاهل المقبينة على الزواج عشان النهاردة ولا عشان بكرة عشان كمان الأجيال اللي جاية يستمر فيهم هذا النور ويسري ببركة وعلم أدم الأسماء كلها ببركة وجعل بينكم مودة ورحمة تعالوا نأحل نفسنا سواء كنا متجوزين أو كنا مقبين على الزواج ناهل نفسنا عشان نكون أوعية تستقبل مدد الله بالرحمة والمودة وتصبح ببيوتنا قبلة للسعادة وقبلة للسكينة وقبلة للمودة والرحمة يا رب أكرمنا واجعلنا دائما في رضاك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا بمددك على الدوام يا رب العالمين اشتركوا في القناة شكرا